استجابت حركة حماس للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وأعلنت حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة في مارس آذار الماضي لإدارة شؤون الحكومية في قطاع غزة الأمر الذي قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية لكن الحركة بررت خطوتها آنذاك بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءات بحق قطاع غزة قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة ومنها خفض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم على التقاعد المبكر وخفض إمدادات الكهرباء للقطاع تحركت بعدها الوساطة المصرية لتستقبل مصر في السابع من سبتمبر أيلول الجاري وفدا من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى جانب يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة بالتزامن مع وجود وفد حماس وصل وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس كتلة هربا اللمانية لمناقشة أفكار طرحها مسؤولون مصريون على حركة حماس لإنهاء الانقسام يأمل المصريون ومعهم الطرفان الفلسطينيان إعادة أحياء اتفاق القاهرة الذي وقعه بمشاركة الفصائل الفلسطينية عام 2011 برعاية مصرية الاتفاق ينص في أبرز بنوده على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن يضاف إليها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومتابعة عمليات إعادة أعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار كما أكد الاتفاق أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق ترجمة نانسي قنقر